شكراً خير، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من السادسة تبدأ كل التحية للأهلوية اللي بيتابعونا النهاردة في كل مرة الحقيقة بنترح فيها سؤال يتعلق بمنظومة الكرة المصرية أو بمصلحة الكرة المصرية إحنا ما بننتظرش إجابة إحنا بننتظر من القائمين على الأمور إن هم ياخدوا القرار يشوفوا إيه الأصلح، يشوفوا إيه الأصوب ويعملوا لمصلحة الكرة المصرية أما فيما يتعلق بحقوق النادي الأهلي فإحنا دايماً دايماً لو بنسلط الضوء على أي مشكلة واضية ننتظر وده حق أصيل لنا إجابة وتوضيح إمبارح يمكن أنا اتكلمت في مقدمة الحلقة عن غياب العدالة التحكمية وعن قواعد تنظيم مسابقة هي الأهم وهي الأكبر مش على مستوى مصر خليناي أقولي على مستوى إفريقيا أو واحدة من أكبر المسابقات على مستوى إفريقيا وعلى مستوى الوطن العربي وهو بطولة الدولة المصري وقلت هنا الحقيقة إنه فكرة تنظيم المسابقة بيغيب عنها العدالة والشفافية فكرة منظومة التحكم اللي بالتأكيد أضراره أو أخطاءه كانت سبب مباشر في التأثير على نتائج النادي الأهلي والتأثير أيضاً على نتائج الفرق اللي بتنفسه ده أمر واضح للجميع ده أمر واضح للجميع وتعالوا ندلل مع حضراتكم كده ونتكلم بهدوء بدون عصبية بالعقل وبالمنطق فريق النادي الأهلي بيلعب كام بطولة على مستوى كل الرياضات يعني مش بس بتكلم على كرة القدم على مستوى كل الرياضات ألعاب جامعية وألعاب فردية على مدارة الموسم بيلعب مش بس بيلعب وبيشارك ده بيسعى دايماً لتحيي العقاب وغالباً ما بينجح ولو بصنا على الموسم ده تلاقي الأهلي نجح على كل المستوى فوليبول باسكتبول هاندبول وكرة القدم والحمد لله عندنا فرقنا بتمثل أفريقيا وبتمثل مصر في بطولة العالم طيب هل بيحصل إن حاجة بتسمع شكوى أو مشكلة من النادي الأهلي وهو بيتنافس هو بيتبارى مع كبار العالم وكبار القارة على أعلى المستويات يعني تعالوا نشوف كده نرجع بالتاريخ مش بالتاريخ بعيد أوي رغم إنه الأهلي لو بصيت على تاريخ وهتلاقي يعني حتى يمكن زمان كمان على مصر أفريقيا كان فيه مشاكل كتيرة جدا لكن تعالوا نبص للماضي القريب يعني مش عايزة أرجع بيكم فلاشباك طويل نحتر ونحاول نفتكر فيه ونتعب فإنه هنتذكر تفاصيل لكن تعالوا نشوف مثلا على مدارة 3 أو 4 سنين اللي فاتوا في كل المسابقات اللي شارك فيها النادي الأهلي وفيها مسابقات كتيرة جدا اتنظمت بر مصر واتنظمت في حضور ومواجهة فرق على أعلى مستوى هل حصل مثلا أنه النادي الأهلي تقدم بشكوى أو حصل أنه كان فيه مشكلة أو فيه تعارض مصالح ما تذكرش الحقيقة غير وقعتين ما تذكرش في السيناريو ده 4 أو 5 مواسم فاتوا غير وقعتين وقعت مشاركة الأهلي في كاس العالم للأندية بدون لعاقته الدولية وللأهلي فيها الحقيقة قام مؤكد على دور الوطني دايما في أنه بيفضل مصلحة الكرة المصرية ومصلحة المنتخب الوطني على مصلحته رغم أنه تلقى وعود قبل بداية بطولة قمم إفريقيا أنه الأهلي هيشارك في بطولة كاس العالم المسؤول الأول كان أعتقد السيد أحمد مجاد في التوقيت ده كان هو اللجنة المسؤولة عن إدارة اتحاد كرة القدم كان رئيسها وقال أنه الأهلي هيلعب في كاس العالم بكامل لعبية وهو ما لم يحدث وهو ما لم يحدث المشكلة التانية كانت في نهائي دوري أبطال إفريقيا اللي تلعب من مباراة واحدة تقرر إقامتها بعد تحديد طرفي المباراة النهائية في المغرب كانت المشكلة الحقيقة سعيتها مع اتحاد الأفريقي بشكل كبير وإزاي أنك إنت ما تعلنش عن الملعب الصديف البطولة قبل بداية البطولة زي النسخة اللي قابلها كان متحدد لها برضو المغرق مركب محمد الخامس لكن شاءت الأقدار في النسخة دينه الأهلي قابل كايزر تشيفز بس كان طبيعي جدا ومن الوارد جدا أنك تكون بتلعب الوداد لأنه الوداد خرج على إيد كايزر تشيفز في الدور قابل النهائي في نفس البطولة فكان منطقي جدا 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 أن الأهلي لعب الوداد في مباراة فصيلة مباراة واحدة نهائي دوري أبطال تقام في المغرب في مواجهة الوداد وما كانتش الأهلي في الوقت ده هيعترض لأنه قواعد البطولة المحددة سلفا كانت بتنص على أنه المغرب هي اللي تصديف نهاية البطولة لكن تكتشف يا مؤمن سبحان الله برضو أصل الناس لما بتجذب مرة وبتجذب مرتين وبتجذب تلاتة هي بتصدق نفسها لكن في النهاية الحق لازم هيظهر ثم تكتشف أنه نهائي البطولة التانية اللي اخسرها الأهلي في المغرب نتيجة المشكلة أساساً أو سبب المشكلة في الأساس مصري مصري سبب المشكلة في الأساس اتحاد الكرة المصري أو أحد عشان يكون أكتر دقة يعني أحد المسؤولين في اتحاد الكرة المصري اللي بالمناسبة برضو لم يعلن عن اسمه وده جاي فيه نتائج تحقيقات وزارة الشباب والرياضة لم يعلن عن اسمه أو عن جزاؤه نتيجة إخفاء الخطاب اللي اتبعت من اتحاد الأفريقي حتى يومنا هذا هل التحقيقات على مدار سنتين احنا لعبنا بعدها بطولة تانية كاملة وصلنا فيها للنهائي وكسبنا فيها الوداد برضو ولعبنا بعدها بطولة تانية وصلنا فيها للدور النهائي وعلى بعد أيام من المواجهة النهائية هل استمرت التحقيقات كل الفترة دي ولم يتم الوصول إلى الفاعل أو إلى المسؤول عن إخفاء الخطاب الموجه من اتحاد الأفريقي لاتحاد كورت القدم المصري دول المشكلتين اللي حصلوا من أهل طب ليه المشاكل على مستوى الدوري المحلي أو على مستوى البطولات المحلية سواء كان دوري أو كاس أو ارتباطات المنتخب الوطني بقت صداع في رأس النادي الأهلي وبشكل مكرر إزاي إحنا بنتفنن في اختراق أزمات ليس لها أي داعي إزاي في أسئلة منطقية موضوعية بتطرح للنقاش ومحدش ممكن يكون مهتم إن هو يجاوب عليها أو على أقل تقدير احتراماً لجماهيل الكرة سيبك من مجالس الإدارات إذا كنت تتكلم على الشحن الزايد إذا كنت تتكلم على التعصب فإنت محتاج دايماً توضح إذا كان في خطأ عقوبته إيه ومين اللي تعاقب عشان الجماهيل نفسها ما تبقاش فقدة ثقة في الناس القائمة على المنظومة وده أمر واقع على فكرة يعني الغالبية العظمة من جماهيل الكرة في مصر عندها إحساس إنه الاتحاد دايماً مدان أو إنه الاتحاد دايماً متورط أو إنه الاتحاد بتحكمه الأهواء وده ممكن يكون مش حقيقي لكن السكوت دايماً بيفتح أبواب الشك سؤال أنا طرحته مبارح بما نحن نتكلم على مصابقة الدوري المصري وقلت هنا على قناة النادي الأهلي في السادس حلقة مبارح وارجعوا له قلت بما إنه المنافسة رقمياً وحسابياً في البطولة دي في بطولة الدوري بين الأهلي وبيرامدز والزمالك رغم إنه الزمالك نسبياً بعيد رغم إنه الزمالك نسبياً بعيد ليه الزمالك والأهلي لعبين نفس عدد المباريات على الرغم إنه بداية الموسم الأهلي لعب عشر مباريات أغلبهم إن لم يكن كلهم خارج الأرض أو خلينا نقول سبع مطشاط منهم أتلعبوا خارج الأرض يعني رحلات صفر زهاباً وإياباً ورغم كده بيتساوى مع الزمالك اللي لعب في بطولة الكونفدرالية هنا منافستين زهاباً وإياباً على أرضه في القاهرة يعني في القاهرة أبو سليم وفيوتشر في بطولة الكونفدرالية عكس الأهلي الأهلي بداية من الدور التمهيدي ووصولاً لدور المجموعات ثم الأدوار الإقصائية كلها مبارات زهاباً وإياباً فيها رحلات صفر حد من لجنة المسابقات تفضل وجاوب مشكوراً عن السبب هل ده يعتبر تمييز هل ده يعتبر تفضيل هل في توجه معين لمصلحة حد معين أن ده يكون بيحصل صور الغيني معلش صور الغيني لعب والمطشين هنا في القاهرة فيوتشر كانوا معهم في نفس المجموعة لعب والمطشين هنا في القاهرة طب فيوتشر اللي بيلعب مع زمالك في نفس البطولة وشارك زيادة عن الزمالك في مطشين في بطولة كاس السوبر في الإمارات ليه لعب عدد مباراة أزد من نادي الزمالك على فكرة الزمالك لا يعنيني لا من قريب ولا من بعيد يعني هالقصة مش قصة أهلي وزمالك هالقصة مرتبطة بالنظام المسابقة باللواح اللي بتحكم وتحدد الإطار اللي تمشي فيه أو بتتنافس الأندية في إطار من العدلة التحكمية والنزاهة والشفافية فيما يتعلق بنظام البطولة نفسه صداع متكرر هل بنعقب الندي الأهلي على أنه النجح الوحيد في الكرة المصرية يعني هو أنت ليه منور قوي كده هو أنت ليه كشفنا قوي كده هو ما فيش غير الأهلي في مصر وما فيش غير الأهلي في أفريقيا هل دي ضريبة؟ هل أنا مفترض كالجمهور أن أنا أحس أنه الحكم مش بس يعني مش بس بيديني حقي لا ده فيه كمان إحساس كده إحساس أنه معظم للأسف أنا آسف والله وبعتذر جدا أنا أقول أنه معظم الحكام المصريين بيبقى في حالة قلق لما بيحكموا مطش للنادي الأهلي إحنا بداش نخاف من التحكيم الأفريقي قد من خاف من التحكيم المصري ده شيء قاسي جدا على الثاني أنه أنا أقوله هنا يعني فكرة أنا أقول أنه بقى فيه عدم ثقة في عدد كبير من الحكام المصريين يكفي أن أنا أقول لك ادخل على السوشال ميديا وشوف جماهير الكرة مش بس الأهلوية جماهير الكرة المصرية كل الأندية الشعبية بقوا عارفين ومصنفين الحكم الفلاني بيقولوا إيه؟ الحكم الفلاني بيجابل مين على حساب مين؟ يا مؤمن ده إحنا بنتكلم على مسؤولين أجانب جايين يطوروا منظومة التحكيم في مصر انتبه السيارة ترجع إلى الخلف